في اليابان أو ما يعرف بكوكب اليابان يسجل متوسط الأعمار الأعلى في العالم للأشخاص المعمرين اللي يتجاوزوا سن المائة عام حيث يصل عدد المعمرين في اليابان إلى 70 ألف معمر من أصل 126 مليون شخص من مجموعة السكان الإجمالية في العام الماضي صنفت موسوعة جنس الأرقام القياسية الياباني ماسازو نوناكا كعمية سن البشرية يلي توفى عن عمر 112 عام و266 يوم وحقيقا أعلى معدل للتعمير للسنة الماضية وأكبر معمر أما ولكن بعد وفاة ماسازو نوناكا صنفت موسوعة جنس هذا العام الياباني أيضا شيتيستو وتانابا والبالغ من العمر 112 عام أيضا كعمية سن البشرية وأدلى شيتيستو تصريحات لوسائل الإعلام جعلت منه حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية حيث قال أنه سر عمره المديد هو عدم الغضب والانفعال الزائد والمحافظة على الابتسامة دائما وهو ما ظهر فعلا بالصور المتداولة مثل ما لكم شايفين هذا شيتيستو وهو أيضا ظاهر بها الصورة وهذا ما ظهر أيضا فعلا بالفيديو المتداولة اللي حنتابعه هلأ مع بعض ترجمة نانسي قنقر لا تعرفوا آخر الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا وأهم للترند تابعوني أنا دالين ببرنامج فولو أب فولو أب يأتيكم على أوريانت في اللوقات التالية ترجمة نانسي قنقر لا تعرفوا آخر الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا وأهم للترند تابعوني أنا دالين ببرنامج فولو أب فولو أب يأتيكم على أوريانت في اللوقات التالية